السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة بوتيت كويزين او شيوات ام نزار نرحب بكم من جديد مع وصفة جديدة وفيديو جديد وكنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم ما كتشاهدوا هالفيديو اليوم ان شاء الله الفيديو دالني غايكون عبارة على كيكا بالكريمة محشية بكريمة اللي هي رائعة واقتصادية والكيك اللي كيجي رائع وسهل في التحضير والمكونات داله كذلك بسيطة وفي متناول الجميع كنتمنى وصفة اليوم من الاعجاب دالكم ما سبخلوش عليا بالضغط على زر اللايك للتشجيع وبرتجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء لتعوم الفائدة غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير ومن قبل ما ندوزل المقادير اللي ما كيتلعوش لها الاشعارات دي الفيديو هات ديالي معليها غير تحيد الابوني وتعاود دير ابوني من جديد وتفاعل زر الجرس باش هكي يبقى وصلها الاشعار دي الفيديو لان هاد المشكل كي يعانيه من نوع داع اليوتيوبر تقريبا فكنتمنى اي واحدة عند هاد المشكل تعاود تجدد الاشتراك ديلا في القناة ومرحبا بكم كاملين بالنسبة للمقادير فغادي نحسيها جربعات البيضات متوسطين الحجم غادي نضيف عليهم كأس دي العنبا دي السكر سانيدا وغادي نخلطهم مع بعدياتهم حتى كيتضاعف الحجم دي البيض مع السكر بالنسبة اللي ما عنداش تطراب الكهربائي فغادي نضيف نفس المراحل وغادي نجاح مع هالكيكا بنفس الطريقة بعدما اضاعف ليها شوية غير شوية ماشي بزاف الضاعف البيض مع السكر غادي نضيف ليه كأس دي العنبا قلى ربع دي الزيتس يعني كأس مع مرش دي الزيتس وغادي نضيف علبة للياغورس دير الشوكولاتة مية وخمس وعشرين جرام بالنسبة اللي عندهم هادك الصغير يستعملوا جوج علب صغار هادوك دي المغرب دي الدرهم غادي نضيف جوج معالق اكبار دي الكاكاو ماشي المر الكاكاو العادي كاكا والبني ونضيف سكر الفانيليات 8 جرام ونخلط هاد المكونات كلهم مع بعض حتى كيت جانس لي الكاكاو مع الخليط اللي عندي نضيف الدقيق تدريجيا نضيف كاس ونص دي الدقيق كيف شو معايا كاس دي العنبة ونص دي الدقيق وغادي نشوف الى ما زال نقصني غادي نضيف ما زال يعني انتم عليه حسب الخليط يعني الدقيق سيبقى عليه حسب الخليط لان الدقيق سيختلف من النوعية الاخرى وضفت ساشي دي الخميرة 16 جرام او الى 15 جرام عليه حسب كل وحده وشنو عنده سوف نخلط الدقيق مع الخميرة ومع الخليط نحاول ان نحيد هذا الدقيق اللي في الجناب ونهبطوح سهبه وسط الخليط باش كل شي تخلط لي ويجيني متجالس ماش يحسن بدلا نصب الخليط ديالي في الموال العادي بديها بطلية الدقيق بوحده حاولوا انكم تخلطوا كل شي في خطرة تخلطوا الى العجينة ديالي كيف كنقلكم دائم هذا السر ديالي ديال الكيك كيف كنت لاحظوا بني كنكتبو الرقم 8 بالعجينة كيت تمسح قبل ما نكمله هذا يعني ان العجينة ديالي مازال خاسها الدقيق ضروري انكم مني كتبوا رقم 8 يبقى مكتوب حتى تكملوه عدك يطفى الى اطفى قبل ما تكملوه هراه العجينة ديالي ما زال ناقص الدقيق وهنا في الجوج معالق ديالدقيق كمّلت جوج كيسين ديالعنبا ديالدقيق اخذت المول ٢٦ سنتيمتر اخذت المول ٢٠ سنتيمتر اخذت المولى ١٠٠ درجة نقيت المولى ١٠٠ درجة نقيت المولى ١٠٠ درجة نقيت الغب السكين نقيت السكين السكين نقيت المولى ٢٠٠ درجة نقيت المولى ٢٠٠ سوف نضع الكريمة سوف نضع الكريمة نضع الكسرونة ثلاثة المعالقة سوف نضع ثلاثة المعالقة ثلاثة المعالقة ثلاثة المعالقة نضع الكريمة نضيف حليب نضيف حليب نضيف جديد وضعها في مهيلة نضيف كريمة تكون عاقدة تكون سقيلة كيف لا تلاحظه معي وحتى اللون بحل القهوة بالحليب لا تجد غامقة الكريمة لان الكيكة لان الكيكة غامقة الكريمة بدأت تتعقاد كيف تلاحظه معي سوف نطفع لها النار و ندوز مباشرة ترجم كيفية سوف نضاء كريمة نتخويها قريبا، سوف نخلص من الغوة من الطبقة الأولى ونحاول عن طريق الكريمة ونضع لذا طريق الكريمة ونثأس نضع القطعة الثانية وضعها في التلاجة وضعها في التلاجة اخشيتها في المجمد 11 دقائق لجمدت الكريماء ضغية نستعمل الشوكولاتة السوداء نضيف العلبة نضيف شوكولاتة 125 جرام نضيف شوكولاتة شفيرها نضيف شوكولاتة نضيف شوكولاتة ضغطة نضيف مجموعة و نضيف السوداء استعمال سباتريل استعمال سباتريل نغطي لها الجوانب ونقادها كبديك سباتريل حياتها من المول ووضعتها في الطبصيل هنا بالنسبة للشوكولات بيد استعمال سباتريل استعمال سباتريل انتظر سباتريل اقوم بالنسبة للسكين اقوم بغيب الشكل استعمال سكين اقوم بغيب الشكل اقوم بغيب الشكل لا يستعمال كيفية هذا هو الزين اللي درت لها كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم هنا راني غنوضعها في التلاجة احنا تقريبا خليتها ليلة كاملة في التلاجة في الصباح عد صورت لكم الشكل ديالها النهائي هنا في الصباح بعد ما جبتها من التلاجة غادي نقطعها وغادي تشوفوها معايا من الداخل وشوفو ما شاء الله غير من تقطعها رباي نارا الكيكا رطبا 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 وهشيش الواحد درجة ما تتصورش ره غزاء لالبنات والماداق لياله هائل وراه في صديقات دياللي دقوها عندي مني جاو عندي راه هما غيكتبوها في التعاليق وغادي يقول لكم كي تجيب الماداق راكت جي رائع جدا كنتمنى البنات انكم تجربوها ما تبخلوش عليا عفاكم بالضغط على زر اللايك شجعوا القناة ديالي باش تستمر وباش حتى انا نستمر نعطيكم مزيد من الوصفات ان شاء الله وبرتجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء وبرتجيوه في مواقع التواصل لتعوم الفائدة كنتمنى الفيديو دليوم اعجابكم غادي نقول لكم مع السلامة الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة